بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلاب في مادة الدراسات الاجتماعية الصف الرابع اليوم سنقوم بمراجعة وحل تدريبات الوحدة السادسة حقوقي وواجباتي عزيز الطالب في الوحدة السادسة بعنوان حقوقي وواجباتي تم شرح الدرس الأول بعنوان حقوقي والدرس الثاني بعنوان واجباتي في الدرس الأول تم التطرق إلى النقاط الآتية مفهوم الحقوق أيضا أهم الحقوق التي نص عليها الدستور القطري مثل حق التعليم، حق الصحة، حق المساوى بينما في الدرس الثاني واجباتي تم شرح النقاط الآتية مفهوم الواجبات، واجبات المواطن القطري تجاه وطنه والعلاقة بين الحقوق والواجبات لنختبر معلوماتنا من خلال الإجابة على السؤال الذي أمامك ضع المصطلح المناسب أمام كل من المفاهيم الآتية واحد هي مجموعة من الامتيازات التي يتمتع بها الفرد وتضمن لها العيش الكريم وفقا للدستور عزيزي الطالب، ما هي الكلمة المناسبة لهذا المفهوم؟ أحسنت الحقوق اثنان هي أفعال، يجب على الفرد القيام بها تجاه الوطن والمجتمع ممتاز يقصد بها الواجبات والآن هيا بنا عزيزي الطالب لنتذكر أهم الحقوق التي نصى عليها الدستور القطري مثل ممتاز التعليم حيث تعد دولة قطر من الدول الرائدة في مجال التعليم وتسعى دولة قطر لتقديم العديد من الخدمات التعليمية مثل التعليم مجاني لكافة الطلاب أيضا إنشاء المدارس الحديثة أحسنت تزويد المدارس بالمعلمين المؤهلين كذلك توفير الكتب المجانية إذن هذه هي الخدمات التعليمية التي تقدمها دولة قطر وذكرنا سابقا بأن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى عربيا والمرتبة الخامسة عالميا من حيث جودة التعليم حق الصحة أيضا من الحقوق التي نصى عليها الدستور القطري وتتولى وزارة الصحة العامة مسؤولية تطوير القطاع الصحي في دولة قطر حق المساواة تنص المادة رقم 18 من الدستور القطري على أن المجتمع القطري يقوم على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق لنتقل الآن إلى الدرس الثاني من دروس الوحدة السادسة وهو بعنوان واجباتي عزيز الطالب شرحنا مسبقا عن واجبات المواطن تجاه وطنه اذكر واجبات المواطن تجاه وطنه أحسنت إجابة صحيحة طاعة ولي الأمر ممتاز الدفاع عن الوطن واجب وطني وديني الالتزام بالقوانين الحفاظ على البيئة والممتلكات العامة أيضا احترام حقوق الآخرين كيف تحترم حقوق الآخرين؟ من خلال معاملة الآخرين باحترام ترك أذى الناس وعدم إزعاجهم احترام اختيارات الناس واجتهاداتهم وأذواقهم بعد أن قمنا بمراجعة الدرس الأول حقوقي افتح الآن الكتاب المدرسي صفحة 117 لنجيب على التدريبات السؤال الأول ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد مجموعة من الامتيازات التي يتمتع بها الفرد تضمن لها العيش الكريم تسمى الواجبات ما رأيك عزيز الطالب؟ هل هذه الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ أحسنت إجابة خاطئة والخطأ هي كلمة الواجبات تصحيح الخطأ الحقوق 2. يعد الحق في المساواة أحد الحقوق المحددة بقوانين؟ أحسنت إجابة صحيحة 3. بذلت دولة قطر جهودا كبيرة في التعليم من حيث بناء المدارس المناسبة وتزويدها بالمعلمين ذوي الكفاءات العالية؟ إجابة صحيحة 3. السؤال الثاني أجب عن الأسئلة الآتية 4. عرف الحقوق هي مجموعة من الامتيازات التي يتمتع بها الفرد وتضمن لها العيش الكريم وفقا للدستور 4. السؤال الثالث 5. صل العبارة من العامود ألف بالعبارة المناسبة من العامود ب 6. العامود ألف 6. رقم واحد 6. يشترط الحصول على البطاقة الصحية التي تصدرها الدولة 7. ما هي العبارة المناسبة من العامود ب 7. أحسنت للاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة في مراكز الرعاية الصحية 8. العامود ألف 8. رقم اثنين 9. ينص الدستور القطري على 10. ممتاز المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة 9. الآن عزيزي الطالب انتقل إلى صفحة 125 لنقوم بحل تدريبات درس واجباتي 10. السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية 1. أفعال يجب على الفرد القيام بها تجاه المجتمع والوطن يقصد بها 10. الحقوق با الواجبات جيم طاعة ولي الأمر دال أداء الخدمة الوطنية الإجابة الصحيحة ممتاز الواجبات 11. السؤال الثاني 12. أكمل الفراغ في الشكل التالي 13. عدت أهم واجباتك 14. ممتاز طاعة ولي الأمر 15. الالتزام بالقوانين 16. أحسنت الدفاع عن الوطن 17. احترام حقوق الآخرين 17. السؤال الثالث 18. أعطي بعض الأمثلة التي توضح العلاقة بين الحقوق والواجبات 19. مثل 20. حق التعليم 21. الواجب المحافظة على ممتلكات المدرسة وعدم إطلاف أدواتها 22. حق الاحترام والتقدير 23. الواجب عدم تجاوز حدود الأدب مع الآخرين 23. حق الحصول على الخدمات الصحية 24. الواجب الحفاظ على المرافق العامة 25. واتباع تعليمات الأمن والسلامة 26. أعزائي الطلاب عليكم الدخول على تطبيق Microsoft Teams 27. وذلك للإجابة على السؤال درس اليوم 24 ساعة 28. والتواصل مع المعلم للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم 27. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 27. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 29. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 29. السلام عليكم وبركاته 30. السلام عليكم وبركاته